كما دعا رئيس السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة والوطنية وأن لا يستمع إلا للمصادر المسؤولة وأضف الرئيس السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفه مؤكدا حرص الدولة على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي لأن أنا شايف وسامع كويس قوي أن الناس في مصر الآن طيب أنت الآن ليه؟ يقول لك أنا خايف عليها وأنا سعيد بخوفك عليها فأنا بقول لكم لا ما تخافوش لسببين السبب الأولاني أن ربنا موجود وهو عز من الكل وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لنا طيب إحنا نستحق كده؟ نحاول نبقى نستحق أتنين إحنا كدولة بمسؤوليها حارصين على أن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا الدنيا حتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت حتبقى مختلفة عن الدنيا اللي إحنا شفناها قبل كده والأزمة الاقتصادية ديت هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر طيب إحنا إحنا فين؟ إحنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس وإن كنا بنعاني يعني بنعاني آه لكن ما نخافش ما نقلقش وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش فيقول لك خلي بالكوا قناة السويس قدس البابا مش عارف هيعملوا فيها إيه خلي بالك حيبيعوا حاجة ما نقولش عليها طب ليه؟ مش هقول ليه؟ لو فيه حاجة هعملها هقول لكم كلكم وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول طب حاجة تانية أخيرة وخلاص هي مصر لو تعبد هنتخلى عنها هنتخلى عنها أنا بتكلم صحيح خلاص بقى عام سعيد كل سنة وانتوا طيبين ربنا يعفزكم ويا قدس البابا دعواتكو الطيبة لينا والمصر دعواتكو الطيبة لينا والمصر كل سنة وانتوا طيبين ترجمة نانسي قنقر دعواتكو الطاة confusing Souls